تتأثر البلاد حاليا بعاصفة ترابية مصحوبة برياح شمالية غربية قوية تزيد سرعتها على 70 كم في الساعة مع انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر تنعدم في بعض المناطق ودعت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية قائدين المركبات ومستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحضر نظر لعدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في الطرق الرئيسية بسبب موجة الغبار مشيرة إلى أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ مستعدة لتلقي أي تلاغات للتعامل معها وتناشد الإدارة المواطنين والمقيمين مرتادي البحر ضرورة توخي الحيطة والاتصال على عمليات خفر السواحل عند مواجهة لأي حالة طارئة بدورها أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدوري تسير بشكلها الطبيعي على الرغم من حالة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا هذا وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية